ايش يا دكتور ايمن القصة اللي كنت بديت تحكي لنا اياها اي حاجة ليه علاقة بالدور الامراطي كان فيه نائب في الكونغرس لتقيد بيه في 2015 في لبنان بالصدفة وبعدين لتقيد بيه في ندوة كان الدكتور ياسين يعني على رأس الحضور فيها في اسطنبول قريبا اما قابلته في لبنان فقال لي جملة استوقفتني جدا قال لي انت عارف وزارة الخارجية المصرية الحقيقية هي ايه يقولها معرفش قال لي هي سفارة اسرائيل عندنا وبعدين اما قابلته في الندوة الاخيرة اللي كانت من شهر رجل يعني جا مني بكلمة لطيفة كده فانا بسلم عليه فبقول له احنا لسه وزارة الخارجية بتاعتنا هي سفارة اسرائيل في واشنطن قال لي لا الوقتي قادر اقول لك وزارة الخارجية المصرية هي سفير الامارات في امريكا فانا اتحكت قلت له السفير الواحده ولا السفارة قال لي شوف اما بيجوا السفير المصري بيجي الكونجرس قبل ما شوفوا لازم يكون شايف الاثنين سفير الامارات وسفير اسرائيل وما بشوف واحد فيهم ناقص بسألهم فين فلان يقول له ده في الحمام او طالع لسه او جاي انه هم لا يتحركوا الا معا التلاتة سفير مصر سفير الامارات سفير اسرائيل لا اسف الحقيقة القصة دي تبدو سازجة لكنها الحقيقة لها دلالة في منتهى الخطورة خاصة ان الشخص يعني ربما ملوش مصلحة انه يعني يروي قصة غير دقيقة بس في الواقع دكتور هو هذا اللي حاصل هذا التحالف القائم حاليا صحيح هو تحالف اماراتي اسرائيلي مصري والسعودية على فكرة هما بيشتوها زي الكرة يعني السعودية ليست لديها سياسة مستقلة وليست لديها رؤية مستقلة يعني محمد بن سلمان كل همه كل رؤيته كل همه انه يبقى ملك ولذلك هو ينفذ ما يمليه عليه او ما ينصحه به محمد بن زايد ومحمد بن زايد بيقول له انه لابد ان تحظى برضى الولايات المتحدة الامريكية ورضى الولايات المتحدة الامريكية هو من رضا تل ابيب فهي نفس الدائرة على كحالف ما يتعلق بالوضوع المصري الحاجات اللي بتحصل حاليا التطورات الاخيرة والتصعيد ضد المعارضة الداخلية والخارجية تجعلني اثق بان هذا النظام بلغ من الهشاشة ما لنكم نتوقع بل هو اكثر هشاشة مما كنا نظن الآن بقاله كم بقاله الآن ست سنوات وما زال يصعد وما زال يستخدم كل اساليب البطش بدليل انه غير مستقر غير مطمئن غير واثق من نفسه وغير مؤمن لمن حوله ده صريح يعني انا شخصيا مؤمن جدا يا دكتور بما تقول عكس ما يحاول ان يصدروا هذا النظام ان انا مطمئن وان انا مستقر فبعمل اي حاجة بعد موقتل ووقبض وصادر اموال ولف قضايا انا شخصيا قرأتي في المشهد مختلفة النظام المستقر غير مضطر ابدا ان يتورط في هذين الجرائع النظام اللي عنده احساس بالثقة مش منطرقة الراجل سجين يعني في النهاية محمد مرسي رحمة الله عليه رجل في الاسر وتحت ايدك وممكن يفضل سنين في هذا السجن لو انت حاسس بالاطمئنان لكن الدكتور مرسي راح مطلع عليه كان يمثل قلق شخصي عند السيسي خلينا اقولك حكاية انا شفت مشهد في يوم في قصر التحادية في الرئاسة كان وقت صلاة العصر فخرج كان فيه اجتماعه فخرج المجتمعين يصلوا العصر وكان الظن الدكتور مرسي كان هو يعني الذي يأم المصليين في هذا أنا كنت جاي يتأخر فداخل الترقة فكانوا هما نازلين كان فيه دور معرفش الدكتور يفتكروا دور كده يعني اربع سلالم كده ومكان كانوا بيصلوا فيه فنازل هو الاربع سلالم وشفت مشهد عملي منساه شفت السيسي وهو بيحاول يساعد الدكتور محمد مرسي مش هقول فيه بحيك المشهد ده يخليني يقولك ان هذا الشخص يشعر بالدونية الشديدة وعمره مكان هيقدر ينام والدكتور محمد مرسي على قيد الحياة لانه عنده هذا الهاجس لانه يعرف انه جاء عن طريق خدعة وعن طريق غدر وبالتالي هذا النظام مش مستقر هذا النظام مرتعد لات الدكتور محمد مرسي خلاص استراحى هذا النظام السيسي هيقدر ينام لا مقدرش ليه لان غياب الدكتور محمد مرسي صنع له مشكلة ان كان فين شقاق داخل الساحة السياسية المصرية حول فكرة عودة الدكتور محمد مرسي لأ عدم عودة الدكتور محمد مرسي وكانت القوى السياسية فيها موقف رحمة الله على الدكتور مرسي ايه سبب الخلاف النهاردة مفيش وبالتالي المنطقي النازي تجتمع والمنطقي ان الناس دي تتوحد تصادف ده مع دعوة اطلقناها وشارك معي ساعد النائب محمد الفئي في تأسيس هذه الدعوة اللي هي دعوة المئة للحوار الوطني هذه الدعوة ازعجتهم جدا لان انت هتجمع مرة اخرى القوى ضدي مع غياب الدكتور محمد مرسي فبقاش فيه سبب لتفجير اي تجمع ومن هنا يا دكتور فجئنا مثلا اسبوع الماضي لسا النهاردة نهاردة كانت الجلسة منعاقدة بتلفيق قضية اسمها قضية الامل يعني ايه الامل؟ يعني هم قبل كده عملونا قصة كده قالك صارت للمناخ التشاؤمي وقابضوا على الشباب وناس وقالوا بيدعوا للتشاؤم مش عارف دي في اي قانون طب دلوقتي مفيش دعوة للتشاؤم بقت الامل بقت برضو جريمة امل التنظيم يعني كان عندك امل او كنت متشائما فأنت مجرم لا الحقيقة الغريبة دكتور انا شخصين جالي هذا الاحساس لدكتور الاسين لقيت نفسي صحيحة الصبح لقيت نفسي متهم في قضايا انا ما سمعتش عنه يعني هم بهذا الاسم اعطيني اول اسم اول متهم في هذه القضايا لقيت نفسي بيقولك وين الاحقمة عليه في قضايا انرا لبي each other في اي قضايا خالص لديش اي قضايا دي اول مرة تذبب في قضايا وبعدين لقيت نفسي هارب وانا مش هارب انا طالع من الطارق القاهرة من قاعد خبار الزوار وما عنديش اي مشكلة عشان كنت اهارب من ايه اصلا بحاجة التالتا لقيت نفسي متهم في قضايا أنا معرفش ولا واحد فيه ومعرفش غير الدكتور محمود حسين وهو ما يعرفش برضو ولا واحد من الناس تانين دول إيه القضية؟ أنا مش فاهم إيه التهمة؟ وبعدين في نفس اليوم حي تطلع فيه القضية في نفس اليوم يروحوا يصدروا أو يتحفزوا على ممتلكاتي وعلى بيتي وسائراتي وإيه ده؟ إيه هذا الرعب؟ لمجرد وده اللي هاختم بيه كلامي هي رسالة عايز يقول اوعوا تتواصل مع بعض اوعوا تتحدوا لأنه هو يعرف أن بعد غياب الدكتور محمد مرسي الخطر الأكبر على السيسي هو اتحاد قوى المعارضة المصرية ربما هو يخشى أو بلغت به الخشة أنه هو عاوز الآن يرهب كل من تسول له نفسه أن يتعاون معك أو يتواصل بك إذا أنت أصبحت عندك قضية الآن كل من يريد أن يتعامل معك يمكن أن يلحق بك خلينا أقول لك حاجة يا دكتور بس صغير أنا آسف عشان بس الحكاية دي يعني جاي على وجع شخصي لسه طازج أنا عندي اتصال وده اعتراف ممكن يعملوا لي بيه قضية تانية بكل قرص يسيا في مصر لا أقصر يصار إلا أقصرين تصور إلا المجموعة دي المجموعة الوحيدة اللي أنا لم أتشرفهم وناس محترمين جدا نواب في البرلمان الحالي ونواب في البرلمان السابق والشباب ذي الفل بس هم جيل بعدي بشوية فأنا الحياة يعني معرفوش فلم يحدث بيني بينهم اتصال فأقولي يعني لو عملوا لي قضية مع فلان وفلان وفلان ماشي مع فلان وفلان أوكي ناس بنتواصل بنبعت واتصد بقول لبعض كل سنة هم طيبين في العيد لكن دول ناس أنا معرفش أسامين وبعضهم أهلهم صحابي يعني أحد المتهمين دول أنا معرفوش لكن والدته كانت زملتي يعني قولي حاداتك بالله عليك ماذا نفعل إيه المنطق ده أنا أقول له حاكي التهمة بتاعتك يا دكتور أين أول تهمة إحياء الأمل تاني تهمة السعي من أجل الاستفاف الوطني على قعدة ثورة 25 يناير تالت تهمة هي الدعوة لحوار وطني بين المكون الوطني المصري في الداخل والخارج يعني هذول هذي التهم كل واحدة منهم نيشان طبعا دول نيشين مشتوحة طبعا كل واحدة من أعدام إذا ما تهم كلهم التهم رسمي يشار ليه يعني جزء منه أعلم يعني هي المفارقة إنها تسمى خلية الأمل وعلى فكرة هو مذاكر الصراحة يعني ليه؟ أنا أقوله حاك يا دكتور السيسي يعلم جيداً أن الملايين التي خرجت في شوارع مصر يوم 25 يناير الورد اللي فتح في جناين مصر ما ماتوش لكنه قمعهم فرقهم وقمعهم وأفل أي مجال وخلى كلفة التظاهر والحركة في مصر من أصعب الكلف للتظاهر في العالم كل الناس دول موجودين والناس دول قرروا أن هما يعودوا مرة أخرى حينما يعودوا إليهم الأمل يلاقوا حالة يستطيعوا أن هما يراهنوا عليها يلاقوا رؤية مشروع وطني على أد الوطن فهؤلاء إذا خرجوا من حالة الإحباط إلى حالة الأمل من حالة التيه إلى حالة المشروع والرؤية من حالة التشرزم إلى حالة التوحد هم أكبر خطر على أي نظام غير ديمقراطي كلمة الأمل النينجت في خلية الأمل هذه هل في مثلا مجموعة من الشباب جمع بعض وقالوا تعالوا نأمل هما هيك عملوا اجتماع في مقر حزب المحافظين مين هما؟ مجموعة من الشباب أنا الحقيقة معرفونش ومقر حزب المحافظين ده بالمناسبة كان مقر حزبي في البداية فمدان طلعت حرب وبعدين بعد ما خرجت من مصر استولوا عليه ورموا أوراقنا وأساسنا وسلموا المقر ده رغم أننا دفعين فلوسه إلى حزب المحافظين هذا حزب المحافظين تشكل بعد الإنقلاب؟ لا كان موجود قبل الإنقلاب بس هو كان في البداية مع الإنقلاب ثم تحاول موقفه مهم يعني فكانوا مجتمعين فهم قالوا إيه احنا هنخذ انتخابات الجاهز زي وفي ظل هذا الوضع السيء ما تيجوا نفكر يعني عندنا شوية أمل كده ونعمل اتفاق بين العشر أحزاب دول اللي حزبي مش فيهم يعني حتى حزبي مش عضو في هذا التحالف واللي متقابلين دول مجموعة من النواب في البرلمان عايزين يخططو زي عضو مرة أخرى لمثل هذا البرلمان الحقيقة احنا لا معترفين بانتخابات ولا بخش انتخابات وبالتالي احنا مدخناش في هذا التحالف كل القضية حدتك ان المجموعة دي بتاخد توجهات مني شخصيا واتفقنا على يوم تلاتين ستة على أحداث كبيرة في مصر وصورة وهو يوم تلاتين ستة ايه دورنا قالك هم حطيني بصفتي كمان مالك قنوات الشرق يعني دي برضو صفة أول مرة أقدم بيها يعني ان احنا هنروج لهذه الدعوة طب فين الدعوة طب طلقت فين اتزعت امتى اي حاجة تقول ان في دعوة انا ما سمعتش ان في دعوة ولو في دعوة هقف معاها وساندها لكن الحقيقة ما حصلش ان في دعوة فخصة مختلقة من زيرو وهدول اللي اجتمعوا في مقر حزب المحافظين ايش حصل فيهم الآن مزيونين القضية فيها 93 متهمة كلهم الآن مقبوضين علي لا معظمهم مقبوضوا عليهم فيهم نساء وبنات ومنهم نواب كمان في البرلمان منهم نائب سابق اللي هو زياد العليمي ومدير مكتب نائب حالي اللي هو أحمد طنطاوي ومقدمين طلب بقى الرفع الحصان عن أحمد طنطاوي عشان يقبوضوا عليه يعني وده برضو تلطف منهم انا في الزمن مبارك كنت النائب الوحيد اللي اتقبض عليه من جوا البرلمان يعني دخل أبضوا علي جوا قاعة البرلمان وكان الحقيقة الدكتور محمد مرسي رح مطلع عليه يعني أذكر له هذا الموقف أنه هو أصر أنه هو يخرج معايا رغم أنه كان المشهد مفزع قوات دخلة تقبض على واحد من جوا البرلمان دكتور محمد مرسي وعدد قليل جدا من النواب منهم سازعاد العيد رح مطلع عليه أصروا أنهم يخرجوا معايا ويحاولوا يدفع عني إلى أن دخلت في حوزة القبض يعني أو الاعتقاد فأحمد تنطوي بيتحرشوا به وهو نائب في البرلمان ووضح أنه هو الأسف لأن ده اللي خرج قال أنا لا أحب السيسي ومش مقتنع به قال هذا الكلام في البرلمان فلازم يعاق الزياد العليمي ده حيث بيعاقبوه على إيه عشان نتكلم برضو بصراحة الزياد العليمي ده اللي كان وصف تنطوي أيام الحكم المجلس العسكري وصف يعني الحقيقة أنا يعني ما حبش لما يعني أذكره في البرلمان قال في البرلمان وزير الرئيس المجلس العسكري ده كذا لفظ صعب جد لكن هيسبوه لازم يحسبوه فيفضل السنين بتمر لكن هو لازم يبقى يتاخد أحمد تنطوي اللي قال ما بحبش السيسي لازم يتاخد يعني المسألة يا دكتور حقيقة أصعب من أن توصف يعني مع أنه النظام في مصر الآن لديه برلمان بصيم بشكل عام صحيح أنا شفت لقطة أمس بالأخبار فيه اجتماع برلماني يبدو في موسكو وفوت برلمانية من العالم العربي وجابوا لقطات لمبعوثين البرلمان البحريني بيتقابلوا مع مبعوثين البرلمان المصري أظن رئيسة البرلمان البحريني مع رئيس البرلمان المصري وبالآخر رئيس البرلمان المصري بيقول يعني أنه إحنا العلاقات بيننا وثيقة وقديمة وعريقة ومش عارة إيج وهذا كله بإلهام من جلالة الملك ومن عبد الفتاح السيسي يعني حاجة في غاية المصخرة والبحرين عقد فيها اجتماع لبايع فلسطين في غياب عن إرادة الشعب البحريني ومصر برلمانها يشهد زوراً على نظام اعتدى على حق الشعب في الاختيار ويسموهم نواب الشعب حاجة في غاية المصخرة بسخد بالك السيسي بالتجربة القذافي يعني يحاول فعلاً أن يظهر الشدة الغير معقولة واللاعقلنية يوحي للجميع بأنه لا تهاون في أي شيء إذنك حتى مثلاً الجرائم هذه مثلاً فيه نكتة في ليبيا كان واحد يحاكم فالقاضي حكم عليه بالحرمان من العيش في المجتمع الجماهيري اللي هو أنشأ القذافي فكان فيه فيه محاولة للإحاق بجميع أن لا يمكن التهاون حتى ولو كلمة فيه وهذه طبعاً في شيء ثاني أو حالية كان فيه الدكتور محمد المقريف هو زعيم المعارضة في ليبيا دكتور المقريف لما خرج كانت معارضة مشتتة لكن هو كان سفير ليبيا في الهند وكان رئيس ديوان المحاسبة وكان رجل يعني لها مكانته ففكر تفكير الاصطفاف الوطني فحاولي جمع المعارضة على هدف واحد هو إسقط قد فيه فقط لغي فأول شيء فعله طبعاً بيته حاصر أهله لدرجة أن الناس لا تزور البيت سجن أخواناً حرمهم من مرتباتهم حرمهم من كل شيء ففعلاً هو يريد أن يظهر للجميع بأنه ليس معه أي تفاهم ليس هناك حتى الألفاظ يستخدمونها أظن محسوبة لا حديث عن تصالح لا حديث عن تفاهم لأن هذا هو ما يبقيه في الحق العجيب أنهم كلهم يكررون أفعال بعض ولا يعتبرون بمآلات بعض خليلي أقول لك نكتة يا دكتور أقول لك نكتة يعني اسمح لي بمناسبة بس الأمل تهمة ونشر الإحباط والتشاؤم تهمة فهو مرة حاكم الناس بتهمة التشاؤم وبعدين نسي هو التفاول اللي تهمة ولا التشاؤم اللي تهمة فراح حاكمهم بتهمة التفاول والأمل مرة واحد يعني كان يعني صاحب كيف كده ومزاج وبيشرب حاجات كده مش تمام فكان إيه فكان آخر الليل خالص كده يختمها بسجارة وهو رائد على السرير وفاتح الشباك بعد يشرب السجارة بقى كده وبعدين يخلصها ويروح رام السجارة من الشباك كل يوم على كده ففي يوم تقل العيار شوية فدماغه لفت ونت كده لفت فشرب السجارة وبعدين قال أنا الوقت هرمي إيه وانا كنت برمي إيه زمان برمي السجارة ولا برمي إيه فرح حاطت السجارة ورح رامي نفسه واخبالك فرمى نفسه إيه من الشباك وفضلت السجارة هم بيعملوا كده بالضبط هم عاملين زي الحشاشين رموا السجارة بيرموا السجارة 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 وفي يوم قرر أنه يرمي نفسه لأنه فقد الزاكرة وهو نيسي هو كان بيرمي نفسه ولا كان بيرمي إيه السجارة هكذا يحكمنا مجموعة من الحشاشين الذين يعني محاولة منطقة الجنون هو شيء من الجنون أصلا هيجننون الناس دوت لأن حذاك عملت منطق ما يفعله هؤلاء هؤلاء كل ضرب من الجنون بس وهذا منهج الطغاة عبر التاريخ البشر الطغاة كلهم يصل بهم الأمر إلى التأله فهو يظن أن شيئا لن يؤذيه وأن بإمكانه أن يفعل بالناس ما يريد ويعرف أن من سبقه فعل مثله وانتهى إلى شر ولكنه لا يعتبر ولا يتعلق بس كالدكتور أيمن يتحدث لا يتعلق اكلم لنشاهد أرناس ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة